أزل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نت مازيغ في الحلقة هذه بنجيب جذر ثنائي وزي ما قلنا من قبل جذر الثنائي في الأمازيغية في الغالب يعني القدم الجذر هذا هو ياب ياد وكذلك من دلة القدم هو كثرة الاشتقاقات والتفرعات وكذلك الانتقال من المعنى المادي للمعنوي فهذا كله يدل على توغهل الجذر في التاريخانية والذي هذا الجذر طبعا يدور معناه الأساسي حول النهوض القيام التوقف الانتصاب وزي العادة نجد لهذا الجذر عدة تفرعات عند أمازيغ نفسه ومنهم طبعا زوارة نديمي لما نقول نفسه نقطة زوارة كذلك وهذا سيبان في الطبونوميا وسوف نأتي عليه فيما بعد طيب ننطلق للمقارنة مع أمازيغ الجنوب زي العادة فنجد مثلا الهوكار نجد عندهم الفعل بدد بمعنى وقف على قدميه قام توقف ونجد الكلمة بدال مكررة كذلك عند أمازيغ سيوة غدامس وكلهم طبعا بباء وغير أن باء يعني يابياد بينما نفسها قلب الباب واو فأصبحت الكلمة يودد أودد إلى خيره كما هو في تاب بورت تاورت إباون أوون وغيرها من الكلمات إذن نجد عند تقريبا بدال مشددة بدل المكررة التي ذكرناها قبل شوية عند جميع التنوعات الأمازيغية اليوم تقريبا وهذا يعتبر التطور من الحرف المكرر إلى الحرف المشدد لسهولة النطق وإلى آخره وهذه قاعدة طبعا تحدثنا عنها في الفيديوهات السابقة فنجد بد مثلا عند أمازيغ مزاب نجدها مثلا في ورقلا أمازيغ الأطلس في تاشلحيت وطبعا حصل تغيير في الحرف الصامت في تاشلحيت باودالة وانا في حرف صامت بناتهم الإلم هذا أصبح النطق به بيد بينما بقيت بيد كما هي في الجنوب الشرقي تريفيت، تقبيليت، الأوراس، جنوب تونس، جربا، زوارة زي ما تكرنوا إلى خير وهي تعني عند الجميع التوقف أو الوقوف، الانتصاب النهود طبعا حسب السياق أمتعها ومن بد نجد معاني كثيرة منها بدد بمعنى اعتني بي توقف عن فعل شيء ما قف ومنها أنبدد وإينا بداد وهو الشخص القائم أو المشرف على عملي ما ونجدها عند باقي الأمازيغ بصيغة أنبداد وتجمع إلى إنبداد وتعني القيم المشرف على السهر على الحماية عند أمازيغ الروحة المتنقلين هذه إلى خريه وهذا المعنى أصبح يطلق في الأعراس مثلا عند بعض التنوعات على اللي يسموه بالعميل بي الأول يعني الشخص اللي يشرف على إطعام الحضور في العرس وسقيهم وإلى آخرهم ويعني كذلك هذا نفس المصطلح يعني رئيس العمال عند أقدامس نجده مثلا عند الأوراس أمسبد أمسبد وتجمع أمسبدين وهو السند والحامي ولذا يقام في نفسها وغيرها يبد إيدس أي سند له أو كان له سند ولهذا مثلا عند سوس كذلك نجد أنبداد هو الشخص المقلف بمهمة معينة تحديد الله تخصيص العام التحول المعنى من معنى مادي إلى معنى معنوي فيقال عن الشخص صاحب الموقف صاحب المبدأ فلان دنبداد أي صاحب مبدأ أنت قل من المعنى المعنوي يقف وقوفا جسمانيا كحارس أو يقوم على يعانة الحضور والاهتمام بالضيوف والقيام على العمال كما عند الغدام هو العملية هنا وعملية تخصيص وتعميم طبعا إلى أن أصبح معنى صاحب الموقف أو صاحب المبدأ ونجد في النقيض مصطلح قضاء آخر على فكرة وهو لطيف عند القبائل الشخص المشتبه به الموقوف قضائيا في القضاء التقليدي أبوديد وتجمع على إبوديد بالمفهوم العاصي طبعا موقوف قضائيا أو على ذمة التحقيق نجد عند أمازيغ النيجي بوديد بمعنى قم بالمشروع أو القيم على المشروع الشروع في الشيء أبوديد طبعا هناك أشياء كثيرة انتقل إليها هذا المعنى معنى القيام ومعنى الانتصاب وإلى آخره نجد مثلا العمود الفقري تدوت تأتي من نفس الجدر على فكرة والمعنى واضح طبعا في العمود الفقري نجد كذلك في الدعامة في البناء في نواحي مراكش مثلا تسمى أسنبداد وهناك دعامات أزطة إنبداد بل تطلق على دعامات الخيمة وحتى ركائز المنزل في البناء الحديث بين الحجر والطين والأخير وهذا طبعا يسمى بإعارة الدلالية في اللفظ دعامات المنزل اللي هي العرصات بالليبي وعلى فكرة العمود يسمى كذلك أنوداد عند الزناقة وأبودي عند القبائل ومنفهم من هذا السياق كذلك الفعل سودد أي أغلق مثلا في نفسها وهو فعل موجود كذلك عند غدامة والأطلس المتوسط طبعا جاءت من وضع العمود الرفاد على الإغلاق الباب جيدا وإحكامها بدل من بوغل المعروفة في مناطق أخرى فاستعير الوقف من فعل الدعامة الواقف خلف الباب لإحكام الإغلاق وإن لم تعد العادة ممارسة لكن بقي الفعل ليدل على الإغلاق عموما وليس القفل المحكم كما هو المعنى الأصلي وإلا الإغلاق فقط هو رار ولا إر وهذا كذلك التشديد في الرائعين وعلى ذكر العمارة هناك مكان توقف الحيوانات السقي بالماء عند الهجار المكان الذي يقفوا فيه لكي يسقوا فيها المياه وهي في مضاب ما يسمى تسليت أو تدريوت الدرجة اللي بجنب البير لكي يرغبوا عليها ويقعدوا يطلعوا في المياه هي نفس الكلمة خصصت طبعا من مواقف الحيوان عموما وأصبحت تعني ذلك المكان وكذلك مثلا نجد الوتد الدود وهو غير أسدائي الذي أتى من الفعل الددي وفي العمارة أيضا نجد أبادو وتجمع إبودة وهي المجرى أو المسلك المائي القنع ومنها بادو هي نفسها الأخدود يعني في الأصل الأخدود هو بادو وأطلق على المجرى وليس المجرى نفسه ولا المجرى التارقة وعندها اسماء كثيرة أخرى في المزيغية والأخدود هذا يسمى في فيقيق والريف عموما بنفس المعنى بالمجرى نفسه وكذلك نجد مثلا السبداد وهو المفتاح اللي يغلق به الماء ما بين الحصص اللي تعطى بين المزارعين والآخره في الماء العمومي وهي أظن من الجدار الطيني وكذلك طبعا الجدار الطيني اللي هو يندار تبودة وتجمع من تبودين إلى آخره وعندنا كذلك أبدود وأحيانا تدي اللي هي القامة كما في الأطلس المتوسط وأبادو للحجارة النصب مثلا ما بين الأماكن وهي أعطى معنى الحد في الأطلس المتوسط كما في تنوعات أخرى وهي تسمى طبعا عندنا في نفسها أجمير ولكن الفكرة تقريبا واحدة وهو أي اسم أبادو أعطى اسم السد الترابي في تنوعات أخرى التي هي أبادو السد الترابي بينما في نفسها يسمى تيوة وتطلق كذلك على السد عموما وهناك معنى لطيف جدا عند أمازيغ الجنوب الهقار يسمى في حافة جبل مثلا ما كان مرتفع فيه الحافة متاعها تسمى عندهم تنبدات تجمع تنبداتين وهو يعني جمع اسم لطيف بمعنى تقف عند هذه الحافة وهناك أنت الحصان وهذا في الزراعة من المتحدة عن الزراعة نجد مثلا تابو ديت والتي تطلق على تفاؤلا طبعا من مالكيها بما أنهم يفضلوا طبعا الحصان الذكر على الأنت بسبب تحمل الذكر على كذا يعني تفاؤلا يذكروا فيها يسموا فيه كذلك وهذا ذكرناه في فيديوهات أخرى على فكرة وفي المدام ذكرنا الحيوان هناك طائر مجهول اسمه بالعربية بالنسبة لها يسمى بدبد عند الريف وببد في تنوعات أمازيغية أخرى هناك مثلا زناقا يقولوا أن يتوقف القلب الكريز كاردياك كريز كاردياك يسمى عند أمازيغ تبداته بمعنى السكتة القلبية اللي هي في العلم الحالي طبعا وأوبود التوقف عن الحركة كذلك عند زناقا وهناك طبعا عشب البردي أبودة هنا نأتي على كلمة تابودة وهو اسم مكان جغرافي معلوم حول منطقة زوارة وفي منطقة القبائل التوجاد ويوجد في منطقة مازيغية أخرى وهو مأخوذ من اسم عشب تابودة وهو العشب البردي هذا وهذا ينتقى إن القوف في الأماكن الغنية بالماء وهو نبات قائم على ساقه مثله مثل أغانيم أظن يسمى لماسات بالفرنسية وبالعربية يسمى البوط الفيلي أو البركية ويوجد منه نوع صحراوي يسمى أبدبد عند هكار ونجد كذلك في الأشجار أبودة وتجمع أبودة وهو اللي يقع عقب من الشجرة بعد ما ماتت يعني هذا الجزء القائم بعد ما تموت الشجرة يسمى هكذا هناك طبعا لا يمكننا أن نختم هذه الحلقة ودون تذكر الميثولوجي الاسم الميثولوجي أو مش الميثولوجي عفوا فيه خرافة ترتبط به خرافة على إيتي حال هناك اسم العلم المنتشر في كل شمال إفريقي ونجده في الشواهد الجنائزية لهو بداء ولا بداء على الذكر في العائلة وهذا طبعا يذكر فيه باش ما يصابش بالعين فيقول كأنهم يعني نتوقف عن الإنجاب بعد هذا الذكر حتى لا تأخذه العين أو كأنهم يسمونه كذلك لأنه سند للأسرة في المجتمعات الزراعية تحتاج إلى أكبر قدر منكم من الأولاد كما يمكننا طبعا تخيل ذلك وعندك الفتاة تسمى تداء عندما تنجب الأم الكثير من البنات ولا تنجب ذكر تسمى البنت الأخيرة تداء بمعنى ينتهي يكفي من البنات وأنا الأواني الحصل على ذكر وهذا طبعا المجتمعات القديمة دائما عندها مثل هذه الميولات الميولات في التسمية الأخيرة وفي على فكرة تسميات كثيرة تتعلق بهذا الشيء وطبعا هناك مستخرجات معاصرة من نفس الجذر فمثلا تبديد تعني الوقفة الاحتجاجية ونجد أسبداد تطلق على النصب التذكاري وهذا التحول طبعا ذكرناها وهو التحول من معنى إلى معنى آخر وهذه كلمات موجودة ولكن تم نقلها لمعاني عصرية ومنها تبديد الإدارة طبعا ذكرنا أسبداد وهو النصب التذكاري وعندكم كذلك تبديد والتي تعني الإدارة عموما وتجمع هذه الأخيرة على تبديدين إذن يعني يجب القول أن هذا الجذر جدا متفرع وفي الغالب له مصدر كذلك أغلب أقضى منه وهو جذر أحادي الدال فقط ولكن طبعا ما نجأ دل أهلبة عليه بحكم أنه هو موغل في القدم ولأنها مزرية قديمة جدا كذلك فمثلا نجد الفعل أدد عند إيموهار تعني التثبيت الشيء عموديا وهذا قاعد بأن يضع عليه حلقة خاصة وهو الغالب جذر سابق للجذر الذي نحن بصدده طبعا من هناك مثلا تيد دي القد أو القامة ذكرناها مباكري ومنها تاد دات وهو نصب بوضع يعني يكون من الحجر مثلا نصب وهناك عشب قائم الساقي يستخدم للعلاج في الجنوب الشرقي وسماء الداد وغير يعني فيه أشياء كثيرة شوك الدبق على ذلك النقل العربي عليتي حل يعني هذا أنا مش عارف علاش نتذكر كل هذه الكلمات الآن اللي هي مثلا المدق المطرقة المهرس إلى آخر هذه الكلمات كلها ترجع إلى نفس الجذر الأول الدال وأعدكم أن أخصص علي حلقة تامة حتى نوفي هذه الحلقة قدرها تنمير تنون تنمير تنون وسوف نلتقي بالتأكيد في حلقة قادمة إن شاء الله تنمير تنون سوف نلتقي في جذر الجديد اللي هو ياد وحدها ونحاول أن نربطها مع يى بياد في هذا الجذر تنمير تن